أنا يعني يود ليه يا شيخنا إذا أدنت لنا أن نقف عند نقطة كثيرة مهمة هل هناك سلوكيات معينة أو آداب للمؤمن ينبغي عملها في نهار رمضان في ليلة رمضان ساعة الفطور ساعة السحور جميل بما تنصحنا بما كانت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم جميل أنا أنصح ابتداء الأمة أن تعلم أن رمضان ليس شهرا للنوم وليس شهرا للكسل وليس شهرا للنرفذة وليس شهرا لسوء الخلق في التعامل مع الموظفين ومع الجماهير ولكن أعذره أصل الصيم هذه نظرة خاطئة يجب على الأمة أن تتخلص منها وأن تعلم أن الصيام مدرسة للتزكية والتربية ولتهذيب الأخلاق والنفس أصل بطل تدخيم في رمضان فأعصابه شوية متوتع المؤمن الذي يتذوق حلاوة الصيام ستراه ساكنا هادئا وقورا خلوقا ولذلك النبي يقول فإن سابه أحد أو قتل فليقل فليقل إن صائم وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر الصائم نفسه بأنه متلبس بعبادة عظيمة لا يليق أبدا بجلال هذه العبادة أن يتفلت منها بهذه الكلمات التي لا تتفق مع أخلاق هذا الدين ولا مع سمات هذه العبادة من السكينة والأدب والوقار أحسنت طب إذا طلبنا من فضلاتكم برنامجا عمليا للصائم نهارا وليلا حتى يكون دايدان في رمضان أما النهار فليبدأ بالمحافظة على صلاة الفجر في جماعة وإن استراح قليلا قبل أن يذهب إلى عمله فبها ونعمة وعليه أن يذهب إلى عمله متوضئا بنية بنية أنه ما خرج إلا لينفع الأمة ثم لينفع أسرته وأمته ليطعمهم الحلال الطيب وأن يجاهد نفسه في عمله أن يؤديه على أكمل وجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يتعامل مع جماهير المسلمين الذي ستتعامل معه في معاملاتهم اليومية بغاية الأدب والخلق والابتسامة المشرقة والتيسير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنوسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنوسره العسرى وعليه بعد ذلك أن يكون ذاكرا طوال عمله إن وجد وقتا أو رمقا من الوقت أثناء العمل فلا ينشغل بالغيبة ولا ينشغل بالنميمة وإنما عليه أن يكون ذاكرا أن يكون مسبحا أن يكون مستغفرا أن يكون مصليا على الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن عاد إلى بيته واسترح قليل قبل العصر فلا يضيع صلاة العصر قد يصل الظهر في عمله ولا يضيع صلاة العصر في جماعة فمن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أو في رواة أخرى حبط عمله وإن استيقظ بعد العصر على رسلك ضيع صلاة العصر حبط عمله هكذا قال الصادق المسلوك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله هي الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى باتفاق لا إله إلا الله هذا قول جماهير أهل العلم هذا قول جماهير أهل العلم وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لا يقنتين فسرح النبي صلى الله عليه وسلم في رواة في الصحيح قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا لا إله إلا الله هذا في غزوة بني قريض الشاهد وأخي الحبيب محمد من ترك صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله أي فقد أهله وماله تصور لو أن إنسانا عدا إلى أهله فوجد أهله جميعا قد ماتوا ووجد ماله جميعا قد فقد هذه المصيبة هذه المصيبة ترك صلاة العصر مصيبة أعظم والله فاتنا خير كثير شيخنا فاتنا خير كثير يبقى على إخواننا أن يلتزموا هذا المناج وأن إذا وجد وقتا قبل بعد صلاة العصر ليقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا حان وقت الصلاة في اللي يجلس مع أسرته بسكينة هل لابد أن نقرأ جزءا من القرآن في كل يوم من أيام رمضان؟ ليس بالضرورة لكن أود أن أقول كان السلف منهم من يختم القرآن كل ثلاث ليال مرة فإن تعذر علينا الآن لظروفنا فعلى الأقل لو ختم القرآن كله في رمضان مرة مرة إذا استمع إليه من مقرئ أو من قارئ لا حرج عليه لكن القراءة أفضل القراءة أفضل من قرأ حرفا من كتاب الله فلا وبيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولا من حرف وميم حرف وقال اقرأوا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيمات شفية على أصحابه مش يسمعوا مش يسمعوا ما إحنا نؤصف في هذا البرنامج إننا عملوني ممكن أجيب كاسة وشغل الله يفتعون وعد أسمع وأنا ماشي في السرعة لك أنا قرأت ختمت إن شاء الله لا بد من القراءة القراءة لكن من لا يستطيع القراءة فهم نوعان له عذر نوعان نوعا يقرأ بالتتعتع وبمشقة هذا له أجران يقرأ ويتتعتع يقرأ ويتتعتع في هذا له أجران لا لا والله ذن جميل أيو بله الذن جميل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة نعم والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وعليه شاق فله أجران أجر ماذا وماذا أجر القراءة وأجر الصبر على القراءة بالتعتعة والمشقة الإجتهاد نعم إلا إله إلا الله أما القسم الثاني هو الذي لا يحسن أن يقرأ من أبائنا ومهاتنا فله أن يسمع وأسأل الله أن لا يحرمه الأشياء يا ربي يا أذن المغرب هل هناك أداب معين يتخذها المسلم نجلس قبل الإفطار بسكينة نستغفر الله عز وجل وندعو هل يقول ابن السنة ننتظر الأذن على المائدة والطعام لا أعلم دليلا على ذلك لكن من السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول ذهب الضمأ هذا أصح ما ثبت عنه في رؤية عبد الله بن عمر في سنة أبي داودة بسنة حسن ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله قبل أن يفطر ويقول بسم الله ويفطر ومن السنة تعجيل الفطر بمعنى إذا أذن المؤذن قل بسم الله وادعو وافطر لا ننتظر حتى الشهادة حتى أنتهي المؤذن لا يدلل على هذا فمن السنة تعجيل الفطر وتأخير الصحور أخروا تصحروا فإن في صحور بركة تأخر وقت الصحور تأخر وقت الصحور يعني نجعل وقت الصحور قبيل الفجر قبيل الفجر لكن الفطور مع الأذان مع الأذان الله أكبر أذن فللمسلمين أن يفطر هل هنا يعني هذا الدعاء جميل هل له دعوة مقبولة لصائم دعوة نعم لصائم دعوة مستجابة نعم شاء من خيري الدين والدنيا والدنيا والآخرة نعم وعليه بعد ذلك أن لا يحرم نفسه من الصلاة الترويح ثم يقوم يعني يفطر قليلا ثم يقوم يصلي المغرب هذا هديو المستفى الصلاة هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثم أرجع بعد ذلك لتناول طعام الإفطار تمام وعليه أن يذهب لأي مسجد يحب أن يصلي فيه خلف إمام يشده ويسعده بجمال صوته لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك لا نضيق ما وسع الله لم تصبح المساجد القريبة خاربة إذا توجهت كل الأمة أو معظمها إلى شيوك معين ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء أنت قلت فضلتك بتسدم دم رمسي الشيخ محمد الله مستعان تغلق الشوارع الله يستمره ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم فلا حرج أن يبحث المؤمن عن إمام صاحب صوت مؤثر جميل ليواصل معه المتابعة لكتاب الله تبارك وتعالى ولا حرج أيضا أن يبحث مسلم آخر عن مسجد يصلي فيه الإمام بآيات قليلة لا ينبغي أن يقلل من هذا لا حرج أيضا لا حرج في ذلك يسمونه المسجد رجال الأعمال يعني وقت القليل في الصلاة لا حرج الله سبحانه وتعالى رحيم نعم وأمة النبي فيها الضعيف وفيها المريض وفيها المشغول أمر النبي وخففه فإن يكون المريض وذل حاجة جزى الله خيرا هذا الأخ الكريم الذي يرتبط بعمل بعد العشاء ومع ذلك فأحرص على صد ترويح وليريد أن يحرم نفسه من الأجل فأبحث عن إمام يصلي صلاة خفيفة بآيات قليلة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرا له ما تقدم من ذنبه والله لا يفتطيب بارك الله فيك صحيح يعني لابد أن يقابل حرصه بحرص من الشرع وشرع الحكيم شرع له هذا لكن يا طيب لي أن نقف عند بعض السلوكيات حتى تتم الفئدة فإننا عاملون نلتصغ بالواقع شهر مضان ما شاء الله نخرج فيه زيادة خمسة ستة كيلو ما شاء الله وازددنا سمنة وازددنا وزنا وكذا وكذا بما توصينا ساعة الفطر والحلوى والحلويات إلى آخر هذه الأمور والله لا شك ولا ريب أن الوسطية خير في كل شيء ونبينا صلى الله عليه وسلم أقول ما ملأ آدمي نعاء شرا من بطنه فإن كان ولا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فعلى المسلم العاقل ألا يفرط في أي شيء وفي أي وقت والوسط العدل كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ولا نبغي أبدا أن نقع في غيبة أو نميمة أو أن نضيع الوقت بمشاهدة الأفلام أو ننام والمسلسلات شيء مهم أو أن ننام لنضيع الصلوات هذا له صوم من ينام ومن يشاهد الأفلام قتلا للوقت يتعمد هذا قتلا للوقت لا أستطيع أن أحكم بنفي الصوم عن أي أحد حقق أركان الصيام أما القبول من عدمه فحكمه عند ربي سبحانه وتعالى نعم فلو أن رجلا أمسك عن الطعام من الفجر إلى المغرب مع النية فوصائم أما هل يقبل صيامه أو يرد هذا لا يستطيع عالم مهما كان قدره أن يحكم به نعم قد تفسد أجر الصوم ترجمة نانسي قنقر